اشتركوا في القناة اشتركوا او اي معلومة ما غطيناها في تجربة اليوم ادخلوا موقع سعودي اوتو دوت كوم دوت اس اي وعبوا الاستمارة تحت تجربة القيادة وان شاء الله هنلبي طلباتكم والحين تعالوا معايا نشوف تفاصيل السيارة سبيستار مع بعض متسوبيشي سبيستار هي سيارة بتنتجها الشركة المصنعة اليابانية متسوبيشي موترز من عام 1999 حتى عام 2005 في مصنع نيت كار في هولندا وكانت مركزة مبيعاتها في الاسواق الاوروبية وتتشارك سبيستار في قاعدة عجلاتها مع سيارات زي متسوبيشي كاريزما وفولفو V40 و S40 تنافس في فئة الهاتشباك او تقدر توصفها بانها سيارة نقل ركاب حجمها صغير او مايكرو ام بي في يعني سيارة حجمها صغير متعدد الاغراض وتنافس في اسواقنا سيارات زي بيجو 208 و كيا ريو تيجي المتسوبيشي سبيستار موديع 2023 لأسواقنا بفئة وحدة فقط وهي الفل الكامل HL وسعرها 52 900 ريال ما يعادل 14 106 دولار وهذا السعر يشمل قيمة الضريبة المضافة فقط غير شامر إصدار اللوحة والاستمارة و الرسوم الإدارية وعملنا مقارنة ما بين أسعار أو سعر المتسوبيشي سبيستار ومنافسها حتظر أمامكم على الشاشة أبعاد المتسوبيشي سبيستار الطول 379.5 سنتيمتر والعرض 166.6 سنتيمتر والارتفاع 150.5 سنتيمتر وطول قاعدة عجلاتها 245 سنتيمتر وارتفاعها أو خلوصها عن الأرض بتغطينا 15 سنتيمتر ومثل ما دائما بنقول أنه بعاد السيارة بطاعة المقدرة للمصممين تصميم هيكل السيارة الخارجي ومساحة ورحابة المقصورة من الداخل وعملنا مقارنة ما بين أبعاد المتسوبيشي سبيستار ومنافسها حتظر أمامكم على الشاشة الهيكل الخارجي لسيارة سبيستار شركة متسوبيشي بتقول أنه تصميمها يجمع ما بين الإطلالة والمظهر الديناميكي المتقدم وزي ما أنتوا شايفين نشوف السلاسة والإنسيابية للتصميم اللي بتعطي معامل سحب اللي هو دراكو فيشن 0.27 وهذا بيقلل من أصوات الهواء وثاني أكسيد الكربون والهم هذا كله يرفع من كفاءة في استهلاك الوقود ويعطي السيارة رساوة على الطريق ومن مزايا الإيروديناميكية هي حافة مزدوجة في نهاية سكف السيارة وطبعا حاجز هوائي وأسفل السيارة مغطاة الواجهة الأمامية الواجهة الأمامية زي ما أنتوا شايفين غطاء المحرك عليه خطوط وتجاعد نازلة للواجهة الأمامية شبكة تهوية الأمامي جاي بشريحتين عريضة مع لامسات باللون الأحمر وفي الوسط اللي هو شعار متسوبيشي الأضواء الأمامية هالوجين في الأولى لكن في الفئة الفل يجي LED مع أضواء DRL اللي هي نهارية LED والصدام الأمامي مدمج فيه كشفات الضباب على جوانبه وأسفله اللي هي فتحة تهوية عريضة أسفلها شفة بارزة تعطي شكل رياضي وحين تعالوا معايا نروح لجانب السيارة ونشوف إيش أبرز مزايا جانب السيارة اللي هي سبيستار ويخليها تختلف عن شقيقتها أتراج طبعا هو الجزء الخلفي المايل هذا هو الجزء الخلفي اللي يفرق ويميز السيارة لأنه هذا اللي هو بيظهر تصميم السيارة الهاتشبال تعالوا خلينا نتكلم عن المرايا الجانبية تيجي بلون هيكل السيارة تعمل كهربائيا وتنطوي يدويا وعليها مؤشر الإنعطاف مقابد الأبواب مقابد الأبواب تيجي بلون هيكل السيارة بالنسبة للجنوط تعالوا خلينا نتكلم عن جنوط السيارة طبعا تيجي بجنوط جديدة طيس مقاس 14 بوصة للفئة الأولى ومقاس الإطارات 155 على 65 R14 وجنوط مقاس 15 بوصة ألمنيوم للفئة الفل ومقاس الإطارات 175 على 55 R15 الشكل الخلفي في الأعلى هواء عادي اللي هو الأنتانا العادي تحته جناح رياضي صغير يتوسطه اللي هي أضواء المكابح أضواء خلفية طبعا زمتوا شافين ممتدة لجوانب السيارة هالوجين وكشفات ضباب خلفية والصدام الخلفي على جوانبه اللي هي عاكسات الأضواء هادي وطبعا يجي فيها كاميرا خلفية كاميرا خلفية موجودة هنا تقريبا تعتبر مدمجة في الصدام الخلفي وكذلك طبعا الكاميرا هادي على فكرة ما تيجي إلا في فئة واحدة وهي اللي بتيجي عندنا هي الفئة الفل وفتحة العادم فتحة العادم طبعا مخفية في الأسفل موجودة ونشوف دفيوزر في الوسط أو أسفل السيارة يجي بلون هيكل السيارة جميل جدا بيعطي شكل رياضي للسيارة باب صندوق الأمتعة يفتح يدويا ومساحة التخزين تعطينا 235 لتر ولما نطوي ظهر المقاعد الخلفية تنطوي 60-40 وتعطينا مساحة وقدرها 910 لتر وعملنا مقارنة ما بين متسوبيشي سبيستار ومنافسها من ناحية مساحة صندوق الأمتعة هتظر أمامكم على الشاشة أما بالنسبة للأشياء الموجودة في صندوق الأمتعة تجي اللي هي حقيبة أو شنطة اللي هي عدة المساعدة على جانب الطريق ولما نفتحها نلاقي فيها اللي هو طفاية حريق وإسعافات أولية وكذلك مطلة الطوارئ هادي الأغراض اللي موجودة في حقيبة عدة المساعدة على جانب الطريق ولما نرفع اللي هو سطح صندوق الأمتعة نلاقي اللي هو الإطار السبير والأدوات لتغيير الإطار السبير هادي كل الأشياء اللي موجودة في صندوق الأمتعة تجي متسوبيشي سبيستار بمحرك 3 سلندر ساعة 1.2 من 10 لتر بيعطي قوة 78 حصان عن 6,000 دورة في الدقيقة وعزم دوران 100 نيوتن ميتر عند 4000 دورة في الدقيقة نظام الدفع الثنائي تول ويلدرايف وساعة خزان الوقود 35 لتر واستهلاكه للوقود بيعطي 22.1 كيلومتر لكل لتر واحد طبعا نوعية الوقود 91 ويساسوا أعطتها تقدير لاستهلاكها في الوقود اللي هو ممتاز بلس والمحرك هذا يجي في الفئتين الأولى والفل وعملنا مقارنة ما بين محرك سبيستار ومنافسها من ناحية سعة وقوة وعزم دوران واستهلاكه للوقود ستظهر أمامكم على الشاشة المقصورة الداخلية متسبيش بتقول إنها مقصورة متطورة والمزال الموجودة فيها استخدامها سهل وأنا أعتبرها مقصورة بسيطة جدا مساحاتها الداخلية واسعة والتصميم الداخلي حيعجب ناس كتير المقاعد تيجي قماش لين وداعم للجسم في نفس الوقت المواد المستخدمة في تصنيع المقصورة الداخلية جودتها عالية لوحة العدادات تقنياتها عالية وتيجي بتكنولوجيا ذكية نظام المعلومات والترفيه يجي بشاشة مقاس 7 بوصات يعمل باللمس متوافق مع أبل كار بلاي وأندرويد أوتو طبعا أنا شايف إنه استخدامها سهل جدا وكمان يجي فيها اللي هو نظام صوتي مرتبط بالهاتف الذكي والطراز هذا بالذات لأنه السيارة التي تيجي عندنا في أسواقنا في السعودية تيجي بالطراز الفل الكامل النظام الصوتي يجي بأربع سماعات ويجي كمان فيها نظام التحكم بالصوت عن طريق اللي هو عجلة القيادة هنا على يسار عجلة القيادة ونشوف كمان إنه يجي أسفل شاشة المعلومات والترفيه اللي هو نظام التكييف يجي يدوياً أو استخدامه يدوي وأعلى الشاشة اللي هي فتحتين تهوية وعلى جوانب الداشبورد يجي فتحتين دائرية تهوية لنظام التكييف ننزل على الأسفل ونشوف وفروا اللي هو منفذ كهرباء موجود هنا 12 فولت وماكن اللي وضع الجوال موجود هنا ومنفذ USB موجود هنا وتحته اللي هو إيه حاملة أكواب 2 وواحدة من المزايا الموجودة طبعاً هذه تيجي بس فقط في الفئة الفول اللي هي كاميرا خلفية زي ما تشوفين هنا طبعاً الكاميرا هذه تيجي بخطوط إرشادية توضيحية وخلفها يجي اللي هو إيش المكابح اليدوية موجودة هنا واحدة من المزايا اللي ما كانت موجودة في الجيل السابق وعملوها في الجيل الجديد اللي هو إيه تكاية موجودة هنا للسائق أنا أعتبرها ميزة كويسة جداً للسائق ومريحة للسائق والحين تعالوا معايا نروح للمقاعدة الخلفية ونشوف راحة الركوب فيها كيف الجلسة في المقاعدة الخلفية مريحة نوعاً ما مساحة جيدة للرأس والأكتاف والأرجل ونشوف الأشياء اللي يوفروها لرحة ركاب المقاعدة الخلفية هي بكل بساطة جيوب صغيرة موجودة هنا خلف اللي هو ظهر المقاعدة الأمامية ونشوف إنه موفروه هنا اللي هو حاملة أكواب موجودة هنا الأشياء اللي ما وفروها طبعاً مثل شقيقتها الأتراج إنه ما وفروه اللي هو مثل للذراع موجود هنا وعليه حاملة أكواب اثنين وما نشوف كمان أماكن للتخزين داخل الأبواب ولا فتحها التهوية لراحة ركاب المقاعدة الخلفية أو منفذ كهرباء 12 فولت أو منفذ USB لكن هي بكل بساطة طبعاً المقاعدة الخلفية بسيطة جداً يعني مزاياها زي ما أنتم شايفين هذا هو وضع المقاعدة الخلفية أظمة السلامة والأمان اللي تيجي في السيارة سبيستارك طبعاً يجي فيها نظام الفرامل المانعة للانغلاق اللي هي ABS مع النظام التوزيع الإلكتروني بقوة الفرملة اللي هي ABD كمان هذه الفرملة تيجي لإطارات الأربعة والنظام مراقبة ضغط الهاو في الإطارات اللي هي TPMS طبعاً فيها حساسات داخل الإطارات راقب ضغط الإطارات ويولي أضوء تحذيري في لوحة العدادات إذن خفض ضغط الهواء في الإطار أو في إطار واحد ويجي فيها كمان نظام التحكم المساعد في صعود المرتفعات اللي هو HSA ويجي فيها كمان وسائط هوائية اتنين للسائق والراكب الأمامي وكمان هيكل السيارة متطور معزز للأمان أثناء التصادم وكمان يجي فيها اللي هو نظام التحكم النصد بالثبات اللي هو ASC الألوان الخارجية اللي تيجي فيها السيارة سبيستار لأسواقنا تيجي بتسعة ألوان خارجية وهي أحمر معدني وأصفر رملي وأبيض ماسي ورمادي معدني وأزرق ميكا وأحمر لولوي وأبيض ناصع وأسود ميكا وفضي معدني واللون المقصورة الداخلية تيجي بلونين قماش رمادي مع غرزة واللون الثاني قماش رمادي فاتح كمان يجي مع غرزة أداء السيارة وما لها وما عليها مثل ما نقول قبل كده عن السيارة التراج إنه محرك سبيستار يجي ثلاثة سلندر سعة 1.2 من 10 لتر وناقل حركة سي بي تي طبعا السيارة هادي بتعطي قوة أو المحرك هادي بيعطي قوة 78 حصان وعزم دوران 100 نيوتن ميتر ممكن شخص يفكر ويقول إنه قوة السيارة أودأها قليل هذا كلام صحيح لكن السيارة خافيفة جدا وازم ما يتعدى 945 كيلوغرام اللي بقى لك فيه نظام توقف وانطلاق وتماتيكي اللي يقل من استهلاك الوقود وانبعثات ثاني أكسيد الكربون ويجي فيها كمان مؤشن نمط القيادة الاقتصادي اللي هو إيكو تولي علامة خضرة لما تدعس على دواسة البنزين بطريقة صديقة للبيئة من الأشياء اللي عجبتني في السيارة هو قطر دوران السيارة بطاعة الحد الأدنى اللي هو 4.6 من 10 متر وهذا بيعطيك تحكم ممتاز بالسيارة عند الدوران نظام التعليق ماكفرسون بداء عامة والخلفي تورسون شعاي بتعطي قيادة لا بأس بها على المطبات والحفر والإسفل كمان اللي هو الإسفلت الخشن خاصة ملحظاتي عليها أنا حاسس أنه تسارع السيارة ممكن يكون أفضل والمكابح أو الفرامل نعمة نوع ما ممكن تتحسن وحاسس أنه فيه صوت الهوى ملاحظ داخل المقصورة أرجع أن تكون قد استفدتم واستمتعتم من تجربة الماتسوبيشي سبيستار مدير 2023 وإذا حابين تجربوا أو تشتروا أو أي معلومة ما غطناها بتجربة اليوم أدخلوا موقع سعودياوتو.com.sa وعبوا الاستمارة تحت تجربة القيادة وإن شاء الله سنلبي طلباتكم ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة لأن الرسال النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر مسببات للحوادث حض جوالك على الصامت وقود بأمان واحترم حق الآخرين على الطريق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته